الحاجة اللي بعد كده هو يخلينا نسمع لدوافعنا الداخلية انه انا من جوه بطبيعتي بسبب الخطيئة انا اميل للانانية فتكون نتيجة انه يولد فيها الشهوة وبعد كده هو يديني شهوة العيون وبعد كده يخليني افكر في الاستقلال عن الله اخد قراراتي بنفسي وده الكبرياء والتعالي اللي هو سقط فيه ابليس من الاول ابليس يقول له لما ابليس كدب بهذه الطريقة على حوى كان الرد بتاعها انه ربنا قال لنا لا تأكلها منه ولا تمساه فهو قال لها ما تكلوش منه من كل شجر الجنة فهي ردت عليه واما شجر ثمر الشجر التي في وسط الجنة فلا تأكلها منه ولا تمساه فمبالغة تزويد المبالغة هو كذب نعم وحزف الحقائق هو كذب والامور الخاطئة برضو كذب وانصاف الحقائق كذب تمام تمام عشان كده رد عليها على طول قال لها هل أنت متاه لأنه لا 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 ربنا قال لكم حاجة مش صحة فهي سدية ابليس قال لها ان الله عالم يوم تأكلان منه تنفتح عينكما نبص نلاقي الحق يمتزج بالكذب نعم لما يخل لدخل الحق بالكذب نلاقي كده الكلمات المسيح قالها لم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق نعم وده اللي ابليس عمله بالزبط قال لهم لنت متاه وهم فعلا ما متوش جسديا لكن اللي حصل أن هم ماتوا روحيا الانفصال عن مصدر الحياة هو الموت فهم ماتوا روحيا فكانت النتيجة أنه قال لهم أنتوا هتكونوا عارفين زي الله عارفين الخير والشر الله يعرف الشر لكنه لا يصنع الشر لكن الإنسان الإنسان لما عرف الشر ما قدرش ما قدرش أنه يعمل غير الشر للأسد بقيت الخطيئة ساكنة فيها وزي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت أنه الإرادة حاضرة عندي أما أن أفعل حسنة فلست أجد فكانت النتيجة أنه قال لهم نص الحقيقة لكن بعد ما عرفوا الشر صاروا عبيد أصبحوا عبيد للشر فكانت النتيجة أنه ما يعرفش يعمل الخير لكن ما يعرفش يعمل غير الشر الخير بلها شكرا بلها